لازم انتو الاتنين تتكلموا مع بعض بلين وإن اللي حاصل وما تسميش اللين دوات تدليع لا ده حقها حقها ان انت تتعامل معها بنوع من انواع البساطة واللين والطبطبة والحنية الحنية عمرا ما كانت شيء مزموم عشان نرقبه بانه دلع وانا مش عاقا دلع بقى لا الحنية انت لازم تبقى حنية انت بقى تقوله انا مش هدلعه لو كان ده تمامي بقى انت لازم تهتمي بي فما تسموش الاشياء بقى اسماء عشان تتركوها وده شيء مهم جدا خمس حاجة ان التعبيرات تكون واضحة والناس تعبر عن نفسها تعبر عن نفسها لان من اهم الخطوات دي انك تقول اللي انت عاوزه بشكل واضح وده يتمهارة مهمة جدا من مهارات توقيت الزات لان انسان مش هيقدر يتكلم إلا وهي ذات واثقة ان الكلام وده مش هيحصل لما هو يكون بيعبر عن مشاعره بعدم ايه لا بيمنع مشاعر ان هو يعبر عنها ولا بيتكلم بغموط بل يتكلم بوضوح عشان المشاعر دي ما تتلعبش بنفسك وتتلعب كمان بنفس الشريك حياتك بل قول اللي انت عايز تقوله بشكل واضح قول عشان ما تتفهمش غلط وما تسبش مجال لسوق الظن بل ساعد شريك حياتك على حسن الظن بانك انت تقول كلام واضح ما يحملش اكتر من وجهه واذا هو اتكلم بكلام اكثر من وجهه يحمله على وجهه الحسن وده واجب عليك على فكرة لكن انت كمان واجب عليك ان انت كمان تعينه على حسن عشرتك وما تكونش عاون للشيطان عليه من ان كده ما تحطوش في مزنق دايما وتحطوه دايما وانت بتعبر بتعبيرات غمضة انت عايز ان هو يكون فاهمك صح لا انت عبر بتعبيرات واضحة وسيدنا الامام عليه ابن ابي طالب رضي الله عنه وقال ما اضمر احد شيئا الا وظهر في فلتات لسانه وصفاحات وجهه لا فيش حاجة بتستخب وهي يكون عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس يتعلن لذلك لابد انك تحافظ دايما على صفاء قلبك من ناحية شرك حياتك وتعبره عن اللي انت بتروه بتحس به عشان يحصل دايما التصافي الزواجي وحنا قبل كده اتكلمنا عن مهارة التصافي الزواجي ارجو اللي انتوا تشوفوها عشان دايما نخرج كل شيء من نفسنا عشان يبقى دايما هنقدرين نستقبل الشيء الحسن وعشان كده سيدنا بن اعطاء الله السكندري قال في واحدة من حكمه البديعة معنا قريب جدا من اللي قاله سيدنا الامام عليه قاله سيد بن اعطاء كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي منه خرج يعني الكلام لو القلب حل الكلام هيخرج حل يبقى ايه اللي حاصل فلو اللي في قلبك خير ومحبة هيخرج على لسانك خير ومحبة وعشان كده دي ساعة يا ساعة حط في قلبك خير ومحبة وتكلم حط في قلبك جمال وتكلم حط في قلبك طيبة وتكلم حط في قلبك صحفاء وتكلم يا سادة يا صحاب السعادة ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال وَقُلْ لِي عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنِ يعني مش بس الحسن الأحسن يعني كل ما تقول حاجة شوف اللي أحسن منه وقوله كل العباد فلو أنت صحيح عبد لله لازم تمتسل لأوامره لأنه سبحانه وتعالى ما أمرنا إلا بكل خير وبكل ما ينفعنا في حياتنا في أمور حياتنا كلها فالكلام الطيب يا سيدي مفتاح القلوب الكلام الطيب مطيب الكلام الطيب يخرج الطيب والكلام الطيب يجعل الطيب يرضى عنك لأنك طيب يبدأ البلسة من اللي بيداوي وبيطيب الخواطر ويزيد المحبة يا رب اجعلنا من أصحاب الكلام الطيب اجعلنا ممن يحسنون اختيار الكلام يحسنون اختيار الكلام الذي يؤثره في قلوب أحبابنا فنزداد حبا اللهم وفقنا إلى محاسن الكلام وإلى أحسنه يا رب العالمين حتى نكون بابا من أبواب سعادة أحبابنا وسعادة شركاء حياتنا في هذه الحياة يا رب العالمين جعلنا يا ربنا نسيما وطيبا واجعل كل كلمة نتكلم بها فيها من توفيقك ومن كرمك ومن مددك ما تجعل شركاء حياتنا في نعمة وفضل واجعل كلامنا بردا وسلاما ووسعا ومددا وفتحا وتوفيقا ونعمة على أحبابنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين